موسيقى صباح الخير هي أول عبارة نستهل بها يومنا هذا وكثير مننا يسعد عندما يبدأ يومه بابتسامة عفوية ونحن بدورنا نبحث للمشاهدين العزاء عن أفضل ما يمكن تقديمه عبر البرنامج المباشر الصباح اليمن اليوم وفي محاولة إبلاغكم بأنكم تعانون لنا الكثير فلا تقلقوا على الإطلاق نحن هنا معكم وسوف نمنحكم مجموعة رائعة من الأمنيات الجميلة يا محلى اسم اليمن فعلا أحلى اسم في الوجود أصعد الله بالخير صباحكم وأنا وحيكم عبر برنامجكم المباشر الصباح اليمن اليوم والذي يأتيكم دائما عبر شاشتكم قناة اليمن اليوم اليوم سوف يكون لدينا موضوع مهم وهو عن العمل التطوعي ودوره في خدمة المجتمع وأيضا عن المبادرات الذاتية التي يجب على الشباب أن يتحلوا بها وسيكون لدي العديد من الفقرات التي أتمنى أن تكون رائعة خلال هذا الصباح طبعا بوجودكم ومتابعتكم الجديد دائما مع المهندس رشيد العريقي أنت الرسمي لقطع الأرصاد في العاية العامة للطيران المدني باش مهندس رشيد أصحب الله بالخير صباحك وصباحك أسعد أخي صبري وأييك أنت وقاق من البرنامج وكذلك في معية المخرج العزيز وكذلك أعزان المشاهدين والكارم وحيكم أنت بصراحة باش مهندس من الضيوف المميزين خلال صباحات البرنامج ومن خلالك نطلع السادة المشاهدين على الجديد حول أخبار الطقس والمناخ باش مهندس هل توسعت موجة البرد الشديدة وانخفضت درجات الحرارة بشكل حاد هذا طبعا من أهم الأسئلة خلال التواصل معك وإلى متى سنستمر في هذا الصقيع البارد وما هو جديد الصقيع المزارة وكم أقل درجة حرارة سجلت فجر يومنا هذا الثلاثاء نعم في صبرية أشكرت على هذا السؤال طبعا استمرت موجة البرد الشديدة والتي أصرحت جديدة جدا أخذها لليومين الماضيين خاصة يوم عمس ويومنا هذا وتوسعت سعلا على أغلى محافظات الجمهورية وصلت البرودة إذا أقل من سبع درجات ميونية سجلتها محطة رصد القوية في سيئون أي أن الموجة البرد الشديدة امتزت من المناطق الجبلية بإتجاه الإضافة الزاخدية والفحاري حتى وصلت شرقا إلى فحاري المهرة وبالتالي كما كان متوقعا له وأشارتنا إليه في حلقة يوم ولاحظ فإن الموجة البرد الشديدة فهذه عمت أغلى محافظات الجمهورية سجلت من أول مرة في الشتاء هذا العام أقل درجات درجات حرارة سفر أقل من أفضل الدرجة المنوية كما هو الحال ما سجلت عليه في دمار والبيضاء وعمران وأبزاء مصنعان وبالتالي هنا المركز الوطن الأفضل فهو كان قد أصدر سبع نشرات تحضيرية على التوالي وكانت فئلا يوم أنصر يومنا هذا أقل درجات حرارة وبالأصدر التوقعات لأن درجات الحرارة ستستمر بلين خفاف بل والتدريجي والارتباعي بلين التدريجي حتى يوم الجمعة ومن يوم السفر ينشأت الله تعالى سوف ترتبع درجات الحرارة وسنشهد جدعا قليلا عما كانت عليه خلال الأسبوع الماضي إلا أن مع الأسد الشديد هناك تسجلات تدهيب من المناطق أبرار في المحاصلة الزراعية وأقول قد أستطيع وأضرب بعض المحاصلة الزراعية كما حصل في عمران وكذلك في دمار والبيضاء وبالذات الرياشية والحداء وكذلك رداء والطالع وفي الرضمائك وأيضا الأجزاء من صنعاء وسماء السلفة في عمران أيضا لدى على كل مزجرعين بنقد الحقياطات اللازمة في مجرالي الحالات وقد ستجل ستجل يوما هذا قد درجة حرارة في كل ميندمار وعمران درجة واحدة تسطر ودرجة خمسة من عشرة في صنعاء وثتة فاصل ثمانية في السيون وفي المحوية عشرة فاصل ثمين وفي عدق تسعة فاصل ستة من عشرة وفي حقها حد عشر برجميوية ستجل 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 درجة حرارة في الغيوة خمسة عشرة فاصل خمسة وبالتالي هنا لا تزال موقع تلبق إلا أن نقول فتتحكم بشيات المعين فعالة تدريجيا افتاء من يوم الخميس وحتى الغمعة ومن المستمع للتتفع من يوم السبس وتنزح قليلا هذه الموقع الفاردة جدا يا بش مهندس يعني حسب المعلومات بأن موجودة السقيعة هذه هي الأشد على موظم محافظات بلادنا الحبيبة خلال العشر السنوات الماضية ما تعليقكم على ذلك؟ هي ليست ببعضها عن الحجة لكنها ستجلت في عدن 2007 وهي عدن 2017 17 درجات حرارة أيضا متجنية إلا أن ما يميز شتاء هذا العام كان قد بدأ في وقت يعني نقول عليه مبكر وبالتالي فقد شاهدنا درجات الحرارة تابط الأقل من 8 درجات مئوية في محافظة تلادينا الجبلية خاصة في شهر السبر نهاية السبر وبالتالي هنا نحن في محطات الرسل البوية ونقيد درجات الحرارة بكل جهة ونرجو أيضا أن استمر أخذ الاحتياطات اللازمة وأخذ التنبيهات والتحذيرات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد البوية وخاصة للمجارعين وكذلك الكبار والإخوة المواطنين بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة وأخذ هذه البيانات ليس من مصدرها الرئيسي وهو المركز الوطني الأرصاد البوية وما ينشره من تحذيرات أو تنبيهات أو كذلك مشارات الاعتيادية اليومية التي تتوسع طبعا بشكل يومي سوى كان عبر وسائل الإعلام مطلوعة ومطلوعة وممارئية أو كذلك عبر موقع الأرصاد البوية وخدمات الأرصاد البوية الذي يمكن لأي من كان لأخوة المواطنين أيضا التواصل مع المركز الوطني اللازمة كما يحدث وحصل يا أخي صبري خلال الأيام الماضية عشرات المتصلين من المجارعين لكي يأخذوا إلى ذلك عليهم أيضا خلال الـ 48 ساعبا واليومين القادمين للقادم يخذح سياسة اللازمة حتى لا تتعرض هذه مجارعهم لأن أسمح الله للسقيع والضريب كما يسمون عندنا وكذلك رعاة المواشي والحفظ عليها من آثار موقعة البرد الشديدة الشديدة والشديدة جدا وهذه العبارة بدأنا من يوم أمس أيضا استخدامها والشديدة جدا أي البرودة في السمر ولكن ولكن علينا كما قوى مواطنين توزيع هذه قدر الإمكان لتغذية مزروعات في المجارع خاصة المجارعين وتغذية مزارعهم أيضا هنا في المنازل علينا أخذ الاشترافة اللازمة كما تحدثنا سابقا من خلال التغذية الجيدة ومن خلال أيضا غلق الأبواب المنازل في دائم نبعات المغرب مباشرة وكذلك النوافذ وعدم النوم للأفطال أو كبار السل وما إلى ذلك بالقرب من النوافذ والابتعاد قدر الإمكان في ملاطق دافئة وبالتالي بأماكن دافئة في إطار المنزل وبالتالي هذه أهم نقول عليها بعض النصائق أيضا عدم ري المجموعات الآن أنا أؤكد على هذه المسألة بعض المجارعين يقوموا برية المجارع في هذه الأثناء البرودة الجديدة فيؤدي أيضا إلى تبخم المياه وغروضها داخل الأشجار حاصة الأشجار السبيرة والمجمرة وبالتالي الأخوة المزارعين عليهم الآن في الحافظات بلادنا المختلفة كوكان الجبلية أو الهضارة الداخلية بالتوقف عن غي مجروعاتهم أو النبش بتوار الأشجار والمجروعات حتى لا يستقر البرودة إلى كدور الأشجار فتتلق وضعبها كما هو معروف عمرها سنين فالأشرات السنين كما هي غوافة أو مثلا المزارع الأنفوط أو كذلك التفاح وكذلك الرمال وبالتالي هذه الأشجار السمينة والغادية علينا أيضا الحفاظ عليها أيضا بالممكن التدبيع عن طريق حرق الأخشاب بعض الأخشاب الطبيعية واستخدام هذه حرقها في مناطق التي سهمها الرياح الباردة للمجروعات لكن بعضهم يستخدمون الإطارات وهذه طبعا مدرة بالصحة وتؤدي إلى تدين الأمراض الصحية لجل مدارع وغيره جميع يا بش مهندس عفوا إذن ما هي أبرز التنبيهات التي تعدون إخبار بها السادة المشاهدين وكيف ستكون حالة الطقس خلال اليومين القادمين بإذن الله نعم أخي سبري في المركز الوطن الأرصاد القوية صباح من هذا أدن المركز الوطن الأرصاد القوية لكل مواطن المتجنبي الحاد في براجات الحرارة الصغرى وخاصة انتبار السن والأفطال والمرضى والعام إلى ساعة الصباح البات وكذلك المسافرين إلى المحاضبات الجبلية والسحار والهباب الداخلية وكذلك بيأخذ سياطة اللازمة للوقاية ومصدواء السنفرة الشديدة كما يحدى لنقوة المواطنين أفطال المجارعين بيأخذ سياطة اللازمة الحمار وكذلك رؤية المواصر والنحل عفاظا عليها من الآثار الجنود الشديدة كما هنا يبدأ أيضا تنبيه لمركز الوطن الأرصاد القوية أو تحديد للأصح للصياد المرتادي البحر من أفياح الشديدة واضطراب البحر في استواء الغربية ومدخل الباب المنزل هناك يتوقع المتج أن يكون الأموات يضطرب البحر أحيانا ويصل أعلى اتفاء للأموات ثلاثة أمثال ويتوقع المركز الوطني الأرصاد القوية أن تكون الأقواء الصحوة وبالي لشدة البروجة جدا أثناء المساء الصباح البحر باحتمال الشكل الصقيع على أجزام منها وتتكون الشابور المائية على أجزام المحضرات الجبلية لمحافظة الحجة والمحافظة إذن نتمنى السلامة للجميع وأنا شاكر جهودك المهندس رجل العريق نتقى الرسم من إقدار الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المضني كنت معي من صنع شكرا جزيلا لك تمارين الكارديو هي تمارين تساعد الجسم على الحصول على كمية أكبر من الأكسجين إثناء ممارسة فالتعمل هذه التمارين على تحريك الجسم بطريقة تؤدي لتسارع نبض القلب والتنفس بإضافة لمساعدة الجسم على التنفس بشكل أعمق وبالتالي فأن هذه التمارين قد ترفع من مستوى الأكسجين في الدم ما يعود بالنفع على مختلف أجزاء الجسم من الجميل أن يمنح الإنسان ما يعده ثمينا للآخرين دون انتظار مقابل إذ لا يوجد ما هو أغنى من الوقت والمال فأن يهبى الإنسان جزءا من وقته أو ماله أو حتى جهده فهو في عداد المتطوعين السعينة لخير المجتمع والإنسانية حيث يعد العمل التطوعي ركيزة من الركائز الهامة لرفعة الوطن وإنماء المجتمعات ونشر أيضا قيمة التعاون والترابط بين الناس إضافة لكونه سلوكا إنسانيا فريدا يدل على مقدار عالا من العطاء والبذل وحب الخير الإنسانية جمعا ويعرف العمل التطوعي بأنه الجهد الذي يبدله فرد أو مجموعة من الأفراد من تلقى أنفسهم لا جبرا أو إكراها ودون انتظار مردود مادي منه سواء كان الجهد المبدول فكريا أو حتى مدنيا أو ماديا أو اجتماعيا في سبيل أخذ الأجر والثوام من الله ورفعة المجتمع وتنميته وأصبح العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطن لأي مجتمع والعمل التطوعي ظل ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطا وثيقا بكل معاني الخير والعمل الصالح عند كل المجموعات البشرية منذ الأزال ولكنه يختلف في حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمع إلى آخر ومن فترة زمنية إلى أخرى فمن حيث الحجم يقل في فترات الاستقرار والهدوء ويزيد في أوقات الكوارث والنكبات والحروب يسرني يكون ضيفي في الستوديو الأستاذ مصطفى منصر أمين عامل اتلاف اليمني للسلام أهلا صباح الخير أخي مصطفى هل يعد العمل التطوعي وحجم الانخراط فيه رمزا من رموز تقدم الأمم وازدهارها خاصة أن الأمة كلما زادت في التقدم والرقيء زاد انخراط المتطوعين لممارسة الأعمال المجتمعية والخدمية التي تعود بالنفع على الوطن بشكل عام أصعد الله صباح مشاهدينك الكرام وصباحك أيضا في البداية العمل التطوعي هو يساهم بأي شكل من الأشكال في الارتقاب بالإنسان المتطوع قبل المجتمع لما يعد له من أهمية عند المتطوع ذاته يعني يستفيد الخبرات والمهارات والقدرات الذهنية والعقلية وتوسع دائرة الاتصال مع نظراء أو من الناس الذي يعمل من خلالهم وكما أسلفت في بداية حديثك عن العمل التطوعي أنه خدمة أو عمل يقوم به الفرد دون إكره وكان يعرف العمل التطوعي زمان تقريبا من عام 1755 أنه العمل التطوعي أنه يكون عبارة عن نشاط في الجيش عندما يتطوع الفرد أو المواطن إداء الخدمة العسكرية نعم لكن اليوم العمل التطوعي يشمل كافة مناحي الحياة الاجتماعية ولعلنا في اليمن في العمل التطوعي استطاع الشباب اليمني أن يكونوا اليوم هم الخط الدفاع الأول أو الثاني في ظل الحرب والأزمة السياسية في أنشطتهم وفعالياتهم التطوعية في ظل الغياب الغياب التام للجهات الرسمية والمعنية وخاصة أيضا في إثر جائحة كورونا العالم أجمع العمل التطوعي أبرز دورا مهما جدا للشباب في إبداعاتهم وقدراتهم فإنما انبثقت العديد من المبادرات المجتمعية التي ساهمت إلى حد ما من مواجهة الكوارث انبثقت العديد من المبادرات أيضا هناك من قام مثلا بتوزيع الكمامات هناك من يقوم أيضا بمساعدة الناس أثناء ما يحدث من اختتال وحروم أيضا يا أستاذ مصطفى كان زمان أيام الزمن الجميل كانت أيضا هناك جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية كنا نحن بننخرط فيها وكننا بنستمتع بالمشاركة في عامة التسجير وأيضا من أسبوع المرور كان هناك من ينخرط في الهلال الأحمر الهلال اليمني الانخراط داخل هذه المنظمات أو الجمعيات هل تنمي وتقوي من شخصية الفرد وبالذات الشباب لا شك أنه كما سلفنا في بداية الحديث أن الشعب يستفيد أولا على المستوى الشخصي قبل أن يفيد المجتمع لأن العمل التطوعي يعزز من قوة من قوة الشخصية ويعزز من حضورك ويعزز من مهاراتك أيضا مواجهته للحياة نعم هو يعرفك على المجتمع أنت تختلط وأيضا يعرف المجتمع بك نعم يعني ويكون أيضا هو دافع لأنه لو عندك مهارات أو بداعات يعرف المجتمع من أنت صحيح نعم المنظمتين التي ذكرتها سواء الجمعية الكشافات أو الهلال الأحمر هذه من أهم الكائنات التي ربما تجد قالبية الشعب أن يبدأوا نشاطهم من خلالها كون الكشافة والمرشدات مرتبطة مع الطلاب من المدرسة والابتدائية أو الإعدادية أو الثنوية العمل التطوعي اليوم ونحن في طل هذه الأيام هو اليوم العالمي التطوع والذي أطلقت عليه الأمم المتحدة أنه التطوع والشباب في ظل جائحة كورونا استطاع أن يوصل الشباب اليمني خاصة رسالة سامية ورسالة فعالة في العمل التطوعي العمل التطوعي يعزز القيمة الإنسانية الحميدة ويعزز قيمة التسامح والتعايش ويعزز قيمة الولاء الوطني وكم نحن بحاجة في ظل هذا الظروف والمأسسة التي تعيشها بلادنا تحديدا أن نعزز من هذه المفاهيم ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام وتطوع فيها والانخراط فيها كما تفضلت هو يعزز من حضور الشخص لدى المجتمع ويبني قدرات ومهارات هذا المتطوع فتجد أن كل السياسيين وكل الأميين وكل المثقفين كان لهم في بداية حياتهم أنشطة تطوعية ومجتمعية ساهمت في تنمية قدراتهم ويضا خلق شخصيتهم نعم طبعا استأذنك بس تنظم معي عبر الهاتف الدكتورة أميمة عبدالله استشاري الصحة النفسية والإرشاد بجامعة عين شمس دكتورة أميمة صباح الخير صباح النور والتصبري إزاي حضرتك الله يخليك يعني دكتورة أنا مسرور جدا بتواصلنا معك عبر الهاتف هل يعد العمل التطوعي وحجم الانخراط في الرمزة من رموز تقدم الأمم وازدهارها خاصة أن الأمة كلما ازدادت في التقدم والرقي ازداد انخراط مواطنيها في أعمال التطوع أولا أنا سعيدة دائما بالتواصل معيكم يا صباح صبري وفي كل فريق العمل وفي قناة اليمن يعني عزيزة على قلبي زيما انتو كلكم عارفين شكرا آآ طبعا عايزين نقول ان العمل التطوعي بيؤدي آآ إلى تقوية سبل التواصل بين الناس وبيعمل على تماسك المجتمع وبيساعد على وصول المساعدات إلى الفئات اللي هي تستحق المساعدة أو الفئات اللي تلاستطيع للحكومات تقديم الخدمات الأساسية لها وبيساعد طبعا على نشر الوعي في الكثير من المجالات زي الوعي الصحي آآ نشر السلوكيات زي ما حضرتك تفضلت وقل آآ الحد برضو من أي سلوك دار آآ بيؤدي برضو إلى تسقيق الفرد بيملأ وقت الفراغ لكل ما هو بكل ما هو مفيد وهادف بيوصل لنا الاحتاس بالغير يعني الفايدة العمل التطوعي للشخص نفسه اللي بيقوم بهذا العمل بيحسسه بالآدمية وبيحسسه آآ بإزاي يحس بالآخرين إزاي يحس باللي حواليه باللي أقل منه بالمحتاج إن الدنيا مش آآ مش آآ أغذ بس لكن آغذ وعطى يعني العطاء سعادة للإنسان المفروض إن احنا آآ نوعي أولادنا أو آآ الكيل آآ اللي طالع يبقى فاهم إن آآ سعادة الإنسان في العطاء أكثر من الآغذ صحيح لأن لأن الإنسان لما بيدي يا سيد صبري بحضرتك آآ كفاية إنك إنتا بتشوف فرحة آآ الشخص اللي قدامه الفرحة اللي في عينيه بال يعني بالعطاء أو المساعدة أو التطوع اللي إنتا قتمتموله لأنك إنتا لا تهدي صفح يعني إنتا بتعمل كده ابتخاء وجه الله دين مرة واحد آآ طرده بتعمل على آآ تقدم المجتمع لإن ما ينفعش إحنا مش عايشين لوحدنا الإنسان يعني اللي وحده ما بينفعش إذن ما بيقوله جنة من غير ناس ما تندات لأن الناس بالناس يعني أنا آآ لما بشوف إن آآ حد محتاج لنصيحة حد محتاج لوعي آآ صحي وعي آآ طبي وعي آآ حتى لو نصيحة مثلا أو حتى في وقفت جنبه في متطوع كاستشاري ونفسي زينا كده ما بنعمل مثلا إذا في بعض الفئات اللي إحنا عارفين إن هما محتاجة ما بنانتغرش منهم مقابل بيكونوا محتاجين الاستشارة الأسرية أو حل مساعدة في حل مشكلة أو سواء مشكلة بقى نفسية أو مادية على قدر المستطاع كل إنسان بيقدم على قد ما يقدر يقدم يعني قدر مستطاع دكتورة مهيمة أنا مسر جدا بمداخلتك الهاتفية وأتمنى لك المزيد من التعلق في مهمك الأكاديمية القادمة شكرا جزيلا كنت معي عبر الهاتف من القاهرة أعود إليك مصطفى مصطفى طبعا يعني الانخراط في العمل التطوعي هل هو مطلب يعني متطلبات الحياة المعاصرة التي أتت بالتنمية والتطور السريع في كافة المجالات طبعا أولا العمل التطوعي يحث عليه الدين الإسلامي الحنيف يحث عليه كل دينة السماوي بل إن يعني كافة وبعضها من عندها العمل التطوعي شيء أساسي مثلا القرآن الكريم حث كثيرا على العمل التطوعي وعلى خدمة الآخرين في آية كريمة مساعدة الفقراء المساكين نعم وفي آية كريمة أيضا الطريق احترام الطريق إذا في أذى في الطريق نعم فضل أيضا أعمال تطوعية الآل كريمة تقول ومن تطوع خيرا وخيرا له فالأعمال فالأعمال فكرة فكرة العمل التطوعي يعني يعني تجد أن الكثير أحيانا لا يفهموا أو لا يدركون أهمية العمل التطوعي أو المجتمعي داخل البلد وبالتالي على الناس أن يستوعبوا أن العمل الطوعي ليس فقط يعني من أجل الحصول على المزايا المادية مثلا أو المزايا الأخرى التي يحصل عليها غير المتطوع الأعمال المجتمعية المشاركات المجتمعية مثل اليمنيين عندهم مبادرة 12-12 الذي هي لنظافة العاصمة هذه من أهم المبادرة التي أثرت في الناس في اليمن وكان لها الأثر الإيجابي التي لا زال نسمع صداها حتى اليوم مع الرغم أنه الذي أطلق الحملة أو نفذ الحملة يعني الأمين العاصمة السابق عبدالقادر الهلال يعني توفى الله يرحمه رحمة الله تخشاه وبالتالي مثل هذه الأنشطة والفعاليات الآن عندنا تقريبا اليمنين في واحد واحد أنشطة المرضى السرطان وهكذا أصبحت الأيام أصبح اليمنيين لديهم أيام وطنية خاصة بهم لانطلاقة الأعمال التطوعية ونحن هنا في القاهرة نشاهد الأشقاء في جمهورية مصر العربية يطلقوا كثير من الأنشطة أهميتها والحملات أهميتها توعية الشباب بالعمل التطوعي وتوعيتهم أيضا من المخاطر تعاطي المخدرات وهذه الأشياء الضرة بالإنسان وتوعيتهم بخطر الإرهاب والتطرف والعمل هذه كلها أنشطة نحتاجها ويجب أن نعززها والرياضة أيضا جزء لا يتجزأ من الأنشطة نعم وأهمية الرياضة أنه العقل السليم في الجسم السليم وموارسة الأنشطة الرياضية خاصة في ظل هذه الأزمات يعني مكان الشباب هو المدرسة مكانهم والأندية مكانهم والتجمعات الطبيعية الطبيعية التي تربيه فعلا احتياجاتهم أساد المشاهدين نفض قمة جبلية عالية في مديرات بعدان إلى الشرق من محافظة بيثربا حصن حب التاريخي الذي يصب أنه واحد من أعرق الحصول العسكرية في اليمن وأكثرها متعة وقوة ولا يعرف سبب تسمية الحصن غير أنه كان قديما متنفسا للملوك خصوصا ويطل على رياض غنى من جميع جهاته تزينها مدرجة الزراع الخضراء طيلة العام يتربع حصن حب على رأس هذه القمة العالية من ناحية بعدان يعد واحدا من أحسن القلاع وأمنعها تلتف جدرانه على قمة هذا الجبل الشامخ حصن حب اتخذها القيل الحميري يريم بن ذرعين مقر له واستمرت أهمية الحصن في العصور اللاحقة حيث اتخذه الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول في القرن السابع الهجري منطلقا له لسيطرة على المناطق الجمالية يحو الحصن بداخله آثار العظماء وإبداعاتهم الهندسية وقدرتهم على تطويع هذه البيئة الوعرة يتجلى ذلك في فن بناء خزانات المياه وتوزيعها للاستفادة من مياه الأمطار وذلك لضمان تماسك البناء وشموخه وأيضا يتناسب مع تأدية المهام الحربية التي كان يؤديها الحصن يصل عدد أبراج الحراسة إلى عشرين برجان تغطي الجهة الثلاث الشرقية والغربية والجنوبية أما الجهة الشمالية فقد استغلت طبيعة الانحدار الحاد لتكون جزءا من الحماية الطبيعية للحصن يصل عدد فتحات الرماية أو المواشق إلى 360 فتحة وأيضا تنتشر في أرجاء الحصن البيرك وخزانات المياه التي دفن أغلبها ولكنها لا زالت بحالة جيدة ويمكن ترميمها والاستفادة منها في الترويج السياحي لهذا الحصن بعد ترميمه خاصة وأنه مزار دائم حيث لاحظنا كثافة الحركة السياحية يتخذ أبناء المنطقة مزار لهم خاصة في الأعراس والمناسبات كما يستقبل الحصن أعدادا كبيرة من الزوار والسياح على مدار العام مسجد حصن يتميز بقبته الجميلة المبنية من الحجارة وهو بناء مربع صغير لا يزال أيضا بحالة جيدة هناك الكثير من الأثار القديمة لازالت شاهدة على شموخ وعظمة الإنسان اليمني عبر العصور هذا الحمام البخاري يعود للعصر الحميري يقال أنه حمام ذور عين يحتاج هذا الحصن إلى مزيد من الدراسة والتنقيب ويحتاج أيضا إلى الاهتمام من الجهات المعنية حتى يظل حارسا أمينا على البصاط الأخضر الجميل موسيقى أستاذ مصطفى كيف يمكن أن تتفاعل وتتضافر الجهود الرسمية يعني كافة الجهود الرسمية والشعبية من أجل مؤازرة ودعم الشباب في الخراط للأعمال التطوعية طبعا من خلال الأنشطة المجتمعية التي ينظمها الشباب نسمع من وقت إلى آخر عن قيام حملات عن قيام برامج ثقافية أيضا عن قيام الندوات من خلال أيضا إقامة ورش وأنشطة المجتمعية ومن خلال يعني الجهات المجتمع المدني أو منظمات المجتمع المدني التي تنظم من وقت إلى آخر عدد من الأنشطة المجتمعية والشبابية وأنا هنا دور الجهات الرسمية هو ضعيف لهذا الجانب حقيقة نكاد نجد أن منظمات شبابية ومؤسسات شبابية لها دور فعال جدا في هذا الظروف أسمع عن حملات لدفاع المساكين في ظل والمحتاجين في ظل البرد الشديد الموجود الآن في اليمن وفي الخارج أيضا نجد أنشطة تساعد اليمنيين والشباب اليمنيين في التعليم والمبادرات الذاتية هنا في القاهرة في مبادرات تعمل على خدمة أبناء الجالية الغير قادرين على التحق بالمدارس وتسهيل هذه الإجراءات في العديد من الأنشطة التي لا يمكن أن نحصرها يمكن مساعدتهم أيضا الدعم بالبطانيات بالجواكت الشيطوية نعم هذا هو ما أقصده يعني طيب أنت بتشوف أنه هذه العمال التطوعية هل تكسر من روتين الحياة اليومية للشاب بدون شك الفراغ تكسر الفراغ الموجود والقائم عند الشباب وبدل أن ننخرطه في أي مشاريع أخرى أو أنشطة أخرى العمل التطوعي والإنساني والمجتمعي والخدمي هو أفضل بكثير أنت تستفيد والمجتمع يستفيد وتسقل مهاراتك يعرفوك الآخرين وتعرف الآخرين أيضا وبالتالي هي تعمل على سقل المواهب والأنشطة والخبرات لدى الإنسان وتتضاعف مع مرور الوقت وتجد كثير من الدول منها الأوروبية والغير الأوروبية والعربية عندها أولوية هامة جدا في العمل التطوعي تنظيم المعارض الرسم الأنشطة الخارجية أيضا والمشاركات الخارجية في كافة المجالات الصحية والتعليمية والثقافية أيًا كانت ويعني تجد أنه الدول أحيانا تخصص سنوات السنة الأولى السنة الثانية للعمل التطوعي تطلق عليها أنشطة سنوية أو مجتمعية نحن نحتاج من خلال هذه الفعالية أو من خلال هذه الأيام أن الشباب اليمني يكون قادرا على تعزيز الولاء الوطني والانتماء الوطني وأن يفهم الشباب أن أماكنهم الأماكن الطبيعية وأيضا أن أماكنهم هي الأماكن الثقافية والنوادي الثقافية والأنشطة المجتمعية أيضا أن يفهم الشباب خطر الجماعات الإرهابية وخاصة أننا في ظل استقطاب شديد من كل الأطراف يعني للأسف الشديد طيب يا مصطفى يعني من الجماعات الإرهابية أيضا إلا فيروس كورونا الذي لا يقل خطورة عن هذه الجماعات يعني كيف شفت دور الشباب خلال مرورنا بفترة الحجر الصحي هل فعلا الشباب قاموا بدور توعوي مجتمعي في جاعة كورونا في ظل القيابة التام للجهات الرسمية في الداخل والخارج في الشمال وفي الجنوب أنا لم أشاهد سواء الأنشطة الشبابية والمجتمعية والمبادرات انطلقت في كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل المحافظات من صنع إلى المهرة كلها تساهم في التوعية الناس والمجتمع المخرج والمعد والمصور يفعل فيلم وثائقي أو فيلم توعوي والكاتبين السيناريوهات الفنانين أيضا كلهم دور رائد يعني الفنانين أيضا عملوا فلاشات فلاشات عن فنانون في زمن كورونا عن بعد وستطعوا أنهم يجسدوا له حاجة جميلة المبادرات التوعوية انطلقت الأنشطة المجتمعية انطلقت في وسائل الإعلام في المدن في الأحياة في الحارات في الشوارع فكان لها أثر كبير جدا على وعي الناس وعلى المساعة هامة في أن يفهم المواطن البسيط أو المواطن الذي قد لا يصل إليه التلفاز أو أي وسائل من وسائل المعرفة في الشباب كان لهم دور فعال جدا في حياء هذه الأنشطة والتوعوية وكمان توعية الناس بخطر جائحة كورونا والأسف الشديد أنه الناس الآن في الدولة الخارجية تستعد للموجة الثانية بينما يعني نحن في اليمن خاصة تحديدا يعني يعني معنا لطفة الله سبحانه وتعالى وأيضا الحذر مطلوب لأنه قد يكون هذا الجائحة مرتبطة بفصل الشتاء يعني بتزداد أكثر في فصل الشتاء إذن فاصل ثم أعد لاستكمال حواري مع مصطفى المنصر فيروس كورونا جديد شديد العدوى سريع الانتشار يصيب الجهاز التنفسي بشكل حاد ملحقا مضعفات خطيرة تقلل فرص النجاح اتباع المسافر الإجراءات الصحية الوقائية جيدا يعيق تماما مرض كورونا يمنعه من الانتشار ليحرص على غسل اليدين دائما وبعناية بالماء والصابون ويفضل استخدام مادة معاقمة لليدين استخدام المناديل الورقية أثناء الغطاس أو السعال أو بثني الذراع باتجاه الفم والأنف إذا لم تجد منديلا استخدام الكمامات الطبية الواقية قدر الإمكان مع وجوب تجنب لمس الكمامة بمجرد ارتدائها التخنص منها فور الانتهاء من استخدامها برميها في سلة المهملات وعلى المسافر تجنب السفر في حال الإصابة بالحمى أو السعال في حال ظهور حمى وأعراض الزكام أثناء سفرك أخبر الطاقم العامل أو موظف الصحة بالمطار والتميس الرعاية الطبية اللازمة عدم مخانطات الأشخاص القادمين من بلدان تشهد ظهور أو انتشار فيروس كورونا الابتعاد عن الشخص الذي يعاني زكاما أو حمى بترك مسافة لا تقل عن متر واحد وتجنب مصافحته أو تقبيله تجنب لمس اليد للعينين أو الأنف أو الفم في حال لم تكن مخصولة جيدا الابتعاد عن مواضع الازدحام قدر الإمكان عدم لمس اليدين للمقابض والأسوار المعدنية والأسطح الملوثة تجنب تناول المنتجات الحيوانية غير المطهوة جيدا واللحوم النيئة والحليب غير المبسر وطنك وعائلتك بحاجة إليك عد سالما محميا من فيروس كورونا ياسروني أن يكون معي عبر الهدفة الدكتور علي عبد الراضي أخصي صحة نفسية وتعديل سلوك دكتور علي صباح الخير أتمنى أن يكون صباحك دافئا صباح الخير والسعادة ليكو كل أهل اليمن أتمنى لكم وحشتنا يا دكتور بعدنا كثير ما شوفناكش في الستوديو يعني تحياتي يا سيد صبري لي تحياتي لكل أسرة قناة اليمن اليوم أتمنى لكم الصحة والسعادة وانت والله يا صبري بي وحشني جدا جدا حيا الله يخلك يا دكتور دكتور علي يعني نحن نتحدث اليوم عن العمل التطوعي طيب المتطوع دائما يسعد يعني بسعادة عندما يقوم بسعادة الآخرين من خلال الأعمال التطوعية ويشعر بالسلام الداخلي والفخر بما قدمه ويراجع إنجازات التطوع بينه وبين نفسه هل يؤدي ذلك إلى راحة نفسية للمتطوع؟ ده حقيقي واحدة من المقييس المهمة جدا في منظمة الصحة العالمية وهي مقياس اسمه الصمود والسلام النفسية وكمان جودة الحياة التلات مقييس دولة علشان الإنسان يحققهم يعني عشان يوصل لجودة الحياة وعشان يشعر بالسلام الداخلي والطمعنين الذاتية وكمان يحسن حاجة سماسورة الذات كلهم مرتبطين بعضهم كده بنسميهم جهاز المناعة النفسية عشان الإنسان يقدر يوصل ده كله لازم يكون فيه أعمال خير أو أعمال تطوعية يشعر إن الآخرين محتاجين لي دايما أحنا الناس بتشكي إنها مسؤولة وإنها بتخدم أولادها وبتدي أولادها اتضح إنك شعور العطاء ده شعور جيد جدا للصحة النفسية بيخلي الإنسان يشعر بالفخر والسعادة والإمتنان فمن الاحتياجات اللي الإنسان يحتاجها حاجة بيسميها تأكيد سورة الذات وعشان يقدر يأكد سورة الذات بتاعته لازم يكون نافع للمجتمع لازم يقدم خدمة للمجتمع لازم يكون لي دور وهدف ومعنى للحياة دور وهدف ومعنى للحياة هم العمل الطوائي اللي بيقدمه إن يساعد المحتاجين لو في مشاكل وطبعا العالم كله لا يخلو بقع من البقاع في الأواني الأخيرة دي إلا وإلي يكون في المشكلة ودائما أحنا بنقول للناس على قدر المستطاع عشان تشعر بالسعادة النفسية وعشان تبعد عن الاكتئاب والضيق والكبد ومرارة الحياة حاول يكون لك مجموعة والأفضل يكون لك المجموعة دي من الأقربون تقدم لهم الدعم تقدم لهم النصيحة تقدم لهم بقدر المستطاع اللي بنسميها أحنا في جنة الصدقات من المعروف أن الوطن العربي أهل كرم فبالتالي أحنا صفقين العالم كله في هذه الجزئية جزئية العمل الطوال دكتور علي أنا مسرور جدا بمداخلتك على هاتفيا وبإذن الله تعالى نلتقي قريبا داخل الستيديو أنا شاكر جدا المعلومات القيمة كنت معي عبر الهاتفة الدكتور علي عبد الراضي أخصائي صحة نفسية وتعديل سلوك شكرا جزيلا لك أدني لك مصطفى مصطفى لا شك بأن العمل التطوعي يعمل على تكوين شبكة علاقات مميزة وأيضا صداقات ناجحة هل يساعد ذلك على بناء جسور التواصل ويستفيد منها المتطوع شخصيا؟ بما في ما لا يدع مجالا للشك أنها تعرفك أيضا على ناس جداد وجه جديدة كما تكلمنا في بداية الحلقة والعمل أيضا على مشاريع صداقات مستقبلية ناجحة نعم وبالتالي تجد أنه اليوم عندما تدخل في العمل التطوعي تكون تعرف عشر عشرين بعد شهرين ثلاثة شهور تعرف ضعف هذا الأعداد نعم خاصة على حسب الأنشطة ومن خلالها ومن خلالها توسع دائرة العلاقات لديك وتنمي مهاراتك وتشغل وقتك ويعرفك المجتمع ويعرفك الناس كذلك دائرة الاتصال والتواصل معك تتوسع الآن في شباب لديهم أنشطة لم تعد فقط على مستوى الحيء والمنطقة والمدينة بل توسعت على مستوى الوطن العربي يعني فتجدوا له تواصلات عربية ولو تواصلات اقليمية ولو تواصلات عالمية نعم من خلال العمل التطوعي والإنساني لعلي يلتقي تناهنا في القاهرة مع رئيس الاتحاد العربي التطوع وقال بي ثلاثة أو أربعة من الحائزين على جائزة الاتحاد التي تمنح سنويا يمنيين وكلها أنشطة مجتمعية جميلة ورائعة وهادفة وأخبرني أن عدد اليمنيين المتقدمين هذا العام أيضا للجائزة الاتحاد تقريبا يعني يفوق الثلاثين عشرين عربعين متقدم وقال لي العدد لا زال مفتوح والآن هي جائزة قلادة الأمير تقريبا حمد ملك البحرين أو رئيس الوزراء والأنشطة هذه والتي يعني يتنافس عليها اليمنين فيما بينهم عندما شهدتها رائع جدا يعني تطوع إلى أيضا المنافسة في الموروث الشعبي حيث اشتهرت اليمن منذ العصور القديمة بالفنون الشعبية المتنوعة الرقص أو البرع أحد هذه الفنون ويمثل هذا الفن أحد أوجه التنوع الثقافي والتفاعل المجتمعي الأصيل في الثقافة اليمنية المتنوعة لشعب واحد وتمثل رقصة البرع جزء من التراث الشعبي في معظم المناطق وخاصة في الريف وهذا ناتج عن اهتمام الناس بالمحافظة على تراثهم فرقصة البرع تعكس الماضي بأصالته والحاضر بحداثته وتعتبر لوحة فنية ترجم العادات والتقاليد لدى أبناء المجتمع بحركات شعبية بسيطة على أنغام المرفع والطاصة والتي تحمل قيمة تاريخية عميقة تم توارثها عبر الأجداد مرحبا بكم مجددا أعود إلى مصطفى منصر ضيفي في الاستيديو مصطفى العمل التطوعي هل ينقل الفرد يعني من حالة الخمول إلى الانتاج وهل يمكن الاستفادة من هذه الطاقات عبر أفضل الوسائل نعم نحن اليوم نشاهد كثير من الأشياء التي تقوم بها بعض المنظمات أو المؤسسات المجتمعية مثلا دورات الأعمال التطوعية التي تساهم في بناء مهارات المجتمع المهارات الإنتاجية مثلا الخياطة الأنشطة هذه اللي يسموها الأسر المنتجة أيضا هذه الشباب أيضا المنتج لا شك أنها بشكل أو بآخر تساهم في أنها توفر حتى فرص إيجابية للشباب وللأسر في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وتساهم في دخول المحصول أو الدخول الجانب الاقتصادي للفرد أو المجتمع وليس فقط أنا باعتقادي أنها استفادة اقتصادية فقط أيضا هي كما هي استفادة للفرد المجتمع أن يكتسب مهارة جديدة أن يكتسب فكرة جديدة أن يجرب هذا الشيء والحياة مرهونة ومقرهونة بالتجارب الشخص هنا دور المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات الشبابية دور فعال في بناء قدرات الشباب والمجتمع وخاصة أنا أعتقد أننا اليوم بحاجة إلى أهمية التسامح ونشر ثقافة التسامح ونشر ثقافة الأخاء من خلال هذه الأنشطة التي تقام من خلال مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى الأعمال الفنية نحن نحتاج أن نعزز قدرات الفنانين سواء كانوا الفنانين على مختلف الأنشاء الفنانين التشكيليين الفنانين القنائيين الفنانين الرسامين الفنانين الممثلين وغيرها خاصة مع أدام دور المزارة الثقافة في اليمن بشكل عام مصطفى أنا وصلت معك إلى ختم هذه الحلقة كان الحوار شيق جدا وممتع أتمنى أن يكونوا المشاهدين بالذات فئة الشباب يكونوا استفادوا من هذه المعلومات وننصحهم أيضا بالانخراط في الأعمال التطوعية التي تسهم في رفعة المجتمع وتنمي أيضا من قدرات الشباب كنت معي مصطفى منصر خلال هذه الساعة البرامجية المباشرة أمين عامل التلاف اليمني للسلام شكرا لتوجدك معنا في السجد شكرا لك الشكر موصول للسادة المشاهدين أيضا في الختام القوة لا تأتي من مقدرة جسمانية بل تأتي بها إرادة لا تقهر الإرادة هي الفكرة والعزيمة هي الروح الأبطال لا يصنعون في صالة التدريب الأبطال يصنعون من أشياء عميقة في داخلهم لا توجد كلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفة والإرادة القوية تقصر المسافات وإرادة النجاح مهمة لكن اللهم منها إرادة التحضير للنجاح لا تنسوا ابتسموا دائما في وجه الحياة الفجر تتهدى تسابيح الهدى والنور وشبه بترويعي بين سبح الدل والوادي على لحن الجداول والمراعي يرقصينا الحور وتدراقص تراتيلي على بحر الهوى الهادي دانا ودانا هناك تولد الماضي جذورة من صخور الضر هناك ترج تروضي الخمايا المنبة أولادي أنا أول حضارة أدونتها صفحة البلوغ أنا آخر حضارة تحت ضر من ماضي يا مجادي دانا ودن ودانا دانا ودن ودانا دانا ودن ودانا عراقه دوم عمدان السلف والارث والماثور وأول من بأصوات العدالة والسمانة دي على كث الجناعات اكتنفهم خبزة الدنور ومحيال البساطة من بقايا أرث أجدادي دانا ودن ودانا سيكون الروح تكداك المشاعر ركت الأصفور هناك تغني الشحرور فوق الغصن والشادي وأنا جيها بوحي الروح بعشقي الهيم المسحور تبعذرني فصول المرحلة هجري وميلادي دانا ودن ودانا اشتركوا في القناة